شعر وديب وطني من الطراز الأول اشتهر بحبه للشعر وخفة ظله التي تميز بها وتميز مصرياته وحدثاته السابقة لعصره كرس حياته لكنيسة المصرية وقاد مواقفها الوطنية المشرفة فحازم حبة الشعب المصري واحترام العالم كله إنه البابا شنود ثالث الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده وتحتفل به الكنيسة المصرية في الثالث من أغسطس من كل عام تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية يوم الثالث من أغسطس من كل عام بذكرى ميلاد البابا الراحل الشنود الثالث البتريارك رقم 117 للكنيسة نموذج وطني قدمته الكنيسة القبطية المصرية والذي عبر خلال حياته عن دور الكنيسة في خدمة الوطن ومدى انتمائها وأن هدفها في المقام الأول هو المصلحة الوطنية لتثبت للعالم أن الكنيسة جزء وعمود أساسية من أعمدة الدولة المصرية البابا شنود التحق في مستهل شبابه بقسم التاريخ في جامعة فؤاد الأول وبدأ بدراسة التاريخين الفرعوني والإسلامي وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز في عام 1947 وفي السنة النهائية بكلية الأداب التحق بالكلية الإكراليكية وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات عمل مدرسا للتاريخ وامتد طموحه إلى حضور فصول ميسائية في كلية اللاهوتة القبطية وكان تلميذا وأستاذا في نفس الكلية في نفس الوقت أهم عشر سنوات في حياته أمضاه البابا شنود الثالث في الدير دون أن يغادره إلى أن عمل سكرتيرا خاصا للبابا كرولوس السادس في عام 1959 وكان أول أسقف للتعليم المسيحية وعميدة كلية الإكراليكية في عام 1962 وتمر السنوات حتى الـ 14 من نوفمبر في عام 1971 ليشهد العالم حفل تتويق البابا شنود الثالث للجلوس على كرسي الباباوية في الكتدرائية المرقوسية الكبرى بالقاهرة وكان أول بطريارك ينشئ العديد من الأديرة خارج مصر ويحرص على إعادة تعمير تلك الأديرة التي اندثرت وكان للبابا الراحل شنود الثالث العديد من المواقف الوطنية ليس فقط تجاه الوطن بل وتجاه الدول العربية وفي السابع عشر من مارس في عام 2012 ودع المصريون البابا شنود في جنازة تاريخية ووسط حضور العديد من ممثل أكنائس في العالم ورجال السياسة ومئات الألاف من الشعب المسيحي والمسلمين